أعزائي الطلبة دلوقتي هننتقل لقسم آخر المحاسبة في المنشآت ذات الفروع تهدف المنشآت على اختلافها إلى زيادة رقم أعمالها وذلك بزيادة عدد فروحها واتساع قنوات البيع والتوزيع سواء داخل البلاد أو خارجها وتعرف هذه المنشآت بالمنشآت ذات الفروع بمعنى بقى كده إن منشآت بتفتح لها فروع في أكتر من مكان في منشآت بتفتح فروع لها داخل الدولة ومنشآت بتفتح لها فروع خارج الدولة إحنا ما نشعب اللي في خارج الدولة دي لإن اللي هي لها محاسبة خاص بيها اسم محاسبة دولي إحنا بندرس المحاسبة في المنشآت ذات الفروع اللي بتكون داخل الدولة وتحقق المنشآت ذات الفروع عدة أهداف من انتشار فروحها في مناطق كغرافية واسعة من هذه الأهداف أول حاجة زيادة حجم المبيعات نتيجة التعدد وزيادة قنوات البيع والتوزيع الإتصال المباشر بالعملاء الاستفادة من وفورات النشاط الكبير يقصب الفروع غير مستقلة يعني محاسبة عن الفروع غير مستقلة إحنا عندنا الفروع في منها أنواع في فروع مستقلة وفروع غير مستقلة إحنا هنخصص الكلام هنا عن الفروع غير مستقلة يعني إيه فرع غير مستقلة قبل ما نقرأ الكلام ده فرع غير مستقلة يعني تابع للمركز الرئيسي المركز الرئيسي هو اللي بيمسك حساباته والمركز الرئيسي هو اللي بيمده بالبضاعة وبيمده بالنقدية وبيمده بكل حاجة تابع للمركز الرئيسي في كل شيء وبيمسك المركز الرئيسي حسابات لهذا الفرع غير مستقلة فهنا بنقول بقى يخسب بالفروع غير مستقلة الفروع التي يتولى إدارتها والإشراف عليها المركز الرئيسي لذلك يقوم النظام المحاسبي في تلك الفروع غير مستقلة على أساس أنها تعتمد على المركز الرئيسي في عملية الإدارة والإشراف كما أنها لا تمسك مجموعة دفترية ولا مشتندية تمكنها من إعداد حساباتها لا تمسك أي مشتندات ولا أي دفاتر عشان تحدد حساباتها الختمية وتحديد مركزها المالي وإنما تعتمد على دفاتر إحصائية بسيطة تمكنها من أعداد كشوف الحركة اليومية لجميع عملياتها من عملات البيع والشراء والمقبوطات والمدفعات والفرع بيقوم بإرسال هذه الكشوف إلى المركز الرئيسي مع المشتندات المؤيدة له كما يقوم المركز الرئيسي بإمداد الفرع بما يحتاج إليه من أصول سبتة وبضايا ونقدية ويقوم الفرع بإيدها جميع المتحاصلات لما بيبيع الفرع بعض المبيعات بيحط المتحاصلات بتاعة نتيجة المبيعات في البنوك لحساب المركز الرئيسي ويعتمد النظام المحاسبي الذي يتبع في الفرع غير المستقلة على عدد الفرع بمعنى إذا كان عدد الفرع قليل ممكن نستخدم نظام زي نظام المحاسبي اللي قلناه في المنشأة ذات الأقسام لكن لو عدد الفرع كبير بنستخدم نظام تاني زي ما هنشوف دلوقتي فهنا ويعتمد النظام المحاسبي الذي يتبع في الفرع غير المستقلة على عدد الفرع وعلى درجة استقلال الفرع ودرجة الرقابة المطلوب أن يقوم بها المركز الرئيسي المعالجة المحاسبية بقى طب المركز الرئيسي عايز يحدد نتيجة نشاط الفرع غير المستقل في حالة تساير البضاعة أولا المركز بيبعد بضاعة للفرع البضاعة دي إما مسعارة بسعر التكلفة أو بسعر البيع طب لو البضاعة دي مسعارة بسعر التكلفة المركز الرئيسي هيعرف نتيجة نشاط الفرع إزاي يبقى إذا إحنا عايزين نعنواننا هنا المعالجة المحاسبية لتحديد نتيجة نشاط الفرع غير المستقلة في حالة تساير البضاعة المرسلة من المركز الرئيسي إلى الفروع بسعر التكلفة لو البضاعة اللي بيرسلها المركز للفرع مسعارة بسعر التكلفة المركز هيعرف نتيجة نشاط الفرع إزاي عندنا طريقتين الطريقة الأولى المركز هيقارن بين رأس المال المستثمر في الفرع في أول مدة وأخرها الطريقة الثانية المقارنة بين إيرادات الفرع ومصروفات الفرع خلال المدة هنشوف الطريقة الأولى اللي هي تحديد نتيجة نشاط الفرع بالمقارنة بين رأس المال المستثمر في أول المدة وأخر المدة الطريقة دي بتعتمد على إن المركز هيفتح حساب واحد للفرع هيتفتح حساب كبير كده اسمه حساب الفرع بيعتمد هذا الحساب على الطريقة بتاعة القيد المفرد ونوضحها إزاي بقى في معادلة بسيطة أو أنا عرف نتيجة نشاط الفرع بيقول كده صاف الربحة أو الخسارة صاف الربحة أو صاف الخسارة بالساوي رأس المال الفرع المستثمر في آخر المدة نقص رأس المال اللي موجود في أول المدة هيديني صاف الربحة أو صاف الخسارة طيب إحنا عرفنا صاف الربحة أو صاف الخسارة نتيجة النشاط بتاع إن إحنا قررنا بالرأس المال الفرع أول المدة وأخرها لكن ده في أسلاء السنة حاجة بتحصل إضافات ومسحوبات إيه الإضافات والمسحوبات دي؟ يعني إحنا عرفنا رأس المال أول المدة المستثمر في أول المدة ورأس المال المستثمر في آخر المدة وقررنا بينهم طب أثناء السنة بيحصل إيه؟ بيحصل فيه بعض إضافات إضافات بمعنى أن المركز بيبعث حاجات للفرع بيبعث الأصول سبتة بضايا النقدية الأصول اللي بيعتها المركز للفرع أثناء السنة بتسمى إضافات الخدمات اللي بيقدمها المركز للفرع أثناء السنة بتسمى إضافات المصاريف اللي يتفحها المركز للفرع أثناء السنة برضه بتخش ببند الإضافات نيجي بقى للمسحوبات المسحوبات دي اللي هي أي حاجة يبعثها الفرع للمركز بتخرج من الفرع للمركز زي أصول سبتة وبضايع ونقدية بيبعثها الفرع للمركز فهنا المسحوبات زي الأصول السبتة والبضايع والنقدية وغير ذلك من الأصول التي يرسلها أو يردها الفرع إلى المركز الرئيسي أثناء السن وكذلك أي خدمة بيقدمها برضو المركز للفرع تعتبر إضافات والمسرفات وكذلك قيمة الخدمات اللي بيقدمها المركز الرئيسي لو قدم المركز الرئيسي للفرع بتبقى إضافة لو قدمها الفرع للمركز الرئيسي بتسمى مسحوبات يبقى إذن الكلام اللي قلنا ده بناء على أن احنا زودنا حكاية الإضافات والمسحوبات دي نقدر نقول أن حساب الفرع اللي هيفتحه المركز الرئيسي للفرع بتقسم لثلاث أقسام القسم الأولاني هنحط فيه عناصر أصول عناصر أول الفترة من أصول وخصوم أصول الفرع في أول الفترة والنحية التانية خصوم الفرع في أول الفترة الفرع بينهم ضمن هيدين رأس مال أول الفترة القسم التاني هنحط فيه في الجانب المديني الإضافات اللي هي ما يدفعه أو يرسله المركز للفرع والنحية التانية المسحوبات اللي هي بتتم أثناء السنة اللي هي أي حاجة يدفعها أو يبعثها أو يردها الفرع للمركز القسم الثالث عناصر أخر المدة من أصول وخصوم الفرع في أخر المدة مع ملاحظة مهمة جداً بقى إحنا في القسم الأول حطنا الأصول في الجانب المدين والخصوم في الجانب الداين في القسم الثالث هنعكس هنحط الخصوم في الجانب المدين والأصول في الجانب الداين لأسباب كتيرة مش ضرورة أقولها عشان ما الله ما تقومش الشكل الحساب بقى هيبقى واضح كده قدامنا زي ما احنا شايفينه كده قادي الحساب متقسم لطلع الأقسام القسم الأولاني أصول الفرع في أول المدة هيكتب تحتها بقى الأصول إذا كان مثلا إيه آلات نقدية بنك ويعجمحها وينزل المجموعة هو في خانة الإجمال والخصوم بتاعة الفرع في أول المدة زي الخصوم زي إيه زي أوراق دفع دائنين بيحطها ويحطها في خانة الإجمال طيب الفرع من أصول الفرع في أول المدة وآخر المدة ضمنها هيديني إيه رأس المال هيبقى موجود هنا في الجانب الداية لأن دايما رأس المال بيبقى في جانب الخصوم نيجي بقى للجزء الوسطاني اللي هو الجزء الثاني إضافات في جانب المدينة إضافات من المركز الرئيسي للفرع قد الإضافات تفاصيلها بقى إضافات بيبعط له نقدية بيبعط له بضاعة ونجمحها ويديني إجمالي الإضافات المسحوبات المركز الرئيسي من الفرع أي حاجة يردها أو يبعطها الفرع للمركز هتبقى اسمها مسحوبات ويجمحها بعد كده الجزء الثالث زي ما اتفقت معاكم هنعكس بقى نحط الخصوم في الجانب المدين والأصول في الجانب الداين قد الخصوم بتاعة الفرع في آخر المدة والأصول بتاعة الفرع في آخر المدة الفرق بينهم هيطلع لرأس المال في الجانب المدين يبقى إذن هنا الجزء الأولاني طلع لرأس المال في الجانب الداين الجزء الثالث طلع لرأس المال في الجانب المدين مع الأخذ في الاعتبار ما تم أثناء العام من إضافات ومشحوبات بعد كده بنجمع الجنبين إذا كان الجانب الداين أكبر هينزل المجموعة في الناحيتين طبعا النتيجة هيبقى ربح إذا كان بالمدين أكبر هيتلاقي الرصيد خسارة يتضح مما سبق أن حساب الفرع السابق ينقسم إلى ثلاث أقسام ويتم خلالها تحديد نتيجة النشاط وتتمثل كما يلي الشرح اللي أنا قلته في وسط ما جايبة الشريحة بتاعة الحساب هيتكرر هنا علينا بالكلام متأسمة pool الحساب لثلاث أقسام القسم الأولاني يهدف إلى استخراج رأس المال للفرع أو للفترة حيثتظهر أصول الفرع أو للفترة في الجانب المدين والقسوم في الجانب الداين الفرق بينهم قلت ها يدين رأس المال ضمنا في الجانب الداين القسم الثاني يهدف إلى إزبات التعديلات التي حدست على رأس المال للفرع أو للفترة من إضافات أو مشحوبات تمت أثناء الفترة بين المركز الرئيسي والفرع وبالتالي يجعل هذا الحساب مدين بالإضافات اللي تمت أثناء الفترة أي بما يقدمه المركز للفرع من نأدية أو بضايع أو أسل سبتة أو خدمات ودائم بالمشحوبات التي تمت أثناء الفترة أي بما يقدمه الفرع من نأدية وبضايع وأسل سبتة أو خدمات للمركز الرئيسي الجزء الثالث بيهدف إلى استخراج رأس المال الفرع أخر الفترة هيستظهر خصوم الفرع في آخر الفترة في الجانب المدين وأصول الفرع في الجانب الداين الفرق بينهم هادينا رأس المال في الجانب المدين آدي الشكل بتاع حساب الفرع بتفاصيله بقى آدي الثلاث أقسام عندي في الجانب المدين آدي الأصول الموجودة في أول الفترة آدي الإتفات تفاصيلها الأول في الجانب المدين أصول موجودة في أول الفترة في الجانب الداين الخصوم في أول الفترة وجمعتهم وحصيتهم في خانة الإجمال الإضافات أي بضاعة أو نأدية أو أي خدمات أو مشروفات يتفحح المركز للفرع أو أي آلات أو أي حاجة يبعدها المركز للفرع دي تعتبر إضافات بالإجماحة وتتحطها هي في خانة الإجمال المسحوبات في الجانب الداين أصدها أي حاجة يبعدها الفرع للمركز ما تعتبر مسحوب نجي لقسم الثالث الخصوم الخصوم دين زي ما قلتلكو اهي الخصوم بتتحط في الجانب المدين بنعكس بقى ونجمعها والأصول بتحط في الجانب الجانب الداين ويجمعها بعد كده بنجمع الجنبين اذا تلقى الجانب الداين طبعا هنجمع المجاميع اللي في الخيانة الاجمالي هنجمعها اذا كان بالداين اكبر هينزل المجموع في الناحيتين يطلع صافي ربح الفرع والعكس اذا كان الجانب المدين اكبر هيتلع صافي خسارة الفرع طيب دلوقتي نشوف بقى تمرين على حساب الفرع تجمعت المعلومات الاتية لدى المركز الرئيسي عن احد فروعه عام 2020 ادي عندنا اولا اصول وخصوم الفرع في اول المدة واخيرة ادي عندي بضاعة دي اصول مدينون وصول اصول سبتة بعدين لاج اصول بقى انين دي خصوم اوراق دافع خصوم ادي عندي اول فترة واخيرها يبقى اذا العمودين بتوع اول فترة واخيرها دولة ممكن اعمل منهم القسم الاولاني اللي فوق في الحساب وقسم الاخير التالت نجي بقى نشوف في دي في سانيا المعاملات بين المركز الرئيسي والفرع المعاملات دي معناها الإضافات والمسحوبات يعني التعامل بين المركز والفرع اللي بيبعطه الفرع وليا بيبعطه المركز اللي بيتبادلوه مع بعض فنقرك بضاعة ارسالها المركز الى الفرع دي ايه إضافات حاجة باعتها المركز للفرق بداعة ردها الفرق إلى المركز ردها الفرق يبقى ماسحبات نقدية أرسالها الفرق إلى المركز يبقى ماسحبات مصروفات دفعها المركز لحساب الفرق اللي دفعها المركز يبقى دي إضافات المطلوب تحديد نتيجة أعمال الفرق من خلال تصوير حساب الفرق في دفاتر المركز الرئيسي قدي الحل قدامنا هون العمودين اللي كانوا موجودين عندنا في أولا محطوطين في قسم الأولاني مدينة ودينة أدي الأصول أصول سبتة في الأصول بضاعة ومدينون دي في الأصول والنحاة الثانية دينون وأورق دفع وحطينا الإجمالي بتاع الأصول وأدي الإجمالي بتاع الخصوم القسم الثالث أهو احنا بنقسم الحساب إلى ثلاث أقسام أصول أول المدة وإضافات وخصوم أخر المدة النحاة الثانية خصوم أول المدة ومسحوبات وخصوم أخر المدة نيجي بقى للإضافات والمسحوبات بضاعة مرسلة للفرق دي إضافات حطيتها في جانب الإضافات الفلوس النقدية اللي دفعها برضو المركز للفرق دي إضافات والعكس النحية التانية زي ما قلنا في المسحوبات نجي لقسم الثالث حطينا الخصوم الجانب المدين بتاعت أخر المدة والأصول في الجانب الدايم بتاعت أخر المدة وأجمع الجنبين طلع عندي هنا الجانب الدايم أكبر من المدين هطرح منه المدين هيديني هنا صافي الربح بتاع الفرع في الآخر هيديني صافي الربح هيطلع 161 ألف لا ده الإجمالي بتاع العمود الكبير اللي هو الداين 161 ألف هينزل في الجنبين أطرح منه مجموعة جانب المدين هيديني صافي الربح 10 ألف صافي الربح 10 ألف نشوف تمرين تاني كده القاتي بعض البيانات عن نشاط أحد الفروع والتي تجمعت لدى المركز الرئيسي عن سنة كذا المعاملات بين المركز للفرع احنا قلنا المعاملات بين المركز والفرع دي معناها دي الإضافات والمسحوبات طيب بضاعة مشتلة للفرع يبقى دي إضافات نقدي أرسلها الفرع للمركز مسحوبات بضاعة ردها الفرع للمركز مسحوبات مصرفات دفعها المركز للفرع إضافات يبقى كده عارفنا الجزء اللي في الوسط اللي هو الإضافات والمسحوبات فاضل عندي بقى إيه ثانياً موجودات ومطلوبات اللي هي أصول وخصوم الفرع مديهاني في عمودين في واحد واحد وفي واحد وثلاثين اتناشر يبقى اللي في واحد واحد دي هكون في قسم الأولاني واللي في واحد وثلاثين اتناشر دي هكون في قسم الثاني البضاعة دي أصول هتتحط في الأصول في الجانب المدين مدينون هتتحط في المدينون في الأصول طبعاً أنا بتكلم الأول على الخانة بتاعة أول المدة البضاعة بتاعة أول المدة هتتحط في الأصول لو البضاعة بتاعة أول المدة بتاعة 1-3-12 هتتحط في الأصول بس في الجانب الدين تحت طبعاً أنتوا فهمتوا الكلام مدينون المدينين دي أصول هنشوف أول المدة بتتحط فوق فين وآخر المدة بتتحط فين ديون مشكوك في تحصلها الديون المشكوك في تحصلها دي بتتعمل لها مخصص المخصصات دي بتتحط في جانب الخصوم في الميزانية الخصوم في أول المدة فين وفي آخر المدة فين مصاريف مدفوعة مقدمة مصرفات مستحقة دائنون الدائنون والأوراق الدفع دي خصوم في أول المدة عندي 1600 دائنون هتتحط في خصوم أول المدة في الجانب الدائن وتحت 1700 الخصوم أخر المدة هتتحط في جانب المدينة أوراق الدفع 1300 خصوم أول المدة دينة فوق أوراق الدفع في الجانب بإنه هي في آخر المدة في الجانب المدين من حساب الفر طبعاً الكلام اللي قلته منطبع على الحل عشان ما نكررش كتير أنا قلت كل بند بتحط فين وإنت ما بتراجع الحل هتلاقي نفس الكلام قدامك دلوقتي قدامنا تمرين ثلاثة ده نفس الكلام اللي قلناه في تمرين واحد واثنين بدي لي بيقول لي فيه بيالي البيانات الخاصة بأحد الفروق المستقلة بدي لي أصول وخصوم الفرع في أول المدة وسانياً أصول وخصوم الفرع في آخر المدة ده القسم الثالث وأولاً ده القسم الأولاني وبعد ثالثاً المعاملات بين المركز والفرع ده عبارة عن الإضافات والمسحوبات الحل بقى أنا مش هتكلم يعني أنت مفروض فهمت الفكرة الحل قدامك سهل وبسيط جداً فأنت بتجرب نفسك والحل قدامك التمرين مواضع زي الفل ومحلول وهنكتفي بهذا القدر أو بالطريقة الأولانية في المعالجة المحاسبية لتحديد نتيجة نشاط الفرع غير المستقل في حال التسالي البضاعة المرسلة من المركز الرئيسي للفرع بسعر التكلفة إحنا قلنا كان عندنا طريقتين إحنا خدنا طريقة واحدة اللي هي مقارنة رأس مال أول المدة بآخر المدة اكتفينا بالطريقة دي بس لما يكون البضاعة مسعارة وهي مش سلة من المركز للفرع بسعر التكلفة المركز بيعرف نتيجة نشاط الفرع عن طريق أنه يفتح حساب واحد اسمه إيه؟ اسمه حساب الفرع الفرع ده بيتقسم لثلاث أقسام القسم الأولاني بنحط فيه أصول وخصوم أول المدة القسم الثاني بنحط فيه الإضافات والمسحوبات القسم الثالث بنحط فيه الخصوم والأصول فيه آخر المدة الفرق بينهم بيديني نتيجة الفرع أثناء السنة دلوقتي ننتقل لحاجة تانية اللي هي بقى طيب احنا تكلمنا عن المعالجة المحاسبية تحديد نتيجة نشاط الفرع لغير المستقيم لو البضاعة مسعارة بسعر التكلفة طب نفرض البضاعة اللي بيبعاتها المركز الرئيسي مسعارة بسعر البيع هيعرف المركز الرئيسي نتيجة نشاط الفرع ازاي نشوف يتوقف نجاح هذه الطريقة على توافر عدة شروط يتمثل بعضها في ميال أولا طبيعة ونوع السلع اللي تتمثل أو تتعامل فيها المنشأة وفرح قابلية السلع للنقص أو التلف خضوع السلع للتغيرات الموسمية ثبات أسعار بيع السلع تحقيق الرقابة بنهدف منها إلى تحقيق الرقابة الموجودة على الفرع واحتفاظ المركز الرئيسي بسرية أسعار التكلفة يبقى إذن المركز لما بيصعر البضاعة بسعر البيع بيبقى له أهداف أهم هذه الأهداف الرقابة على البضاعة الباقية في نهاية الفترة في الفرع بمعنى أنا عايز أشوف البضاعة الباقية دي اللي موجودة في الفرع وبيقول لي اللي موجودة في الفرع في المخزن بضاعة مثلا ولياكم بخمس سلاف جنيه صح هي اللي موجودة بخمس سلاف جنيه ولا أقل فهنا بنستخدم طريقة التسعير بسعر البيع وبنستخدم له حساب هنشوفه دلوقتي هو ده الحساب الهدف منه إن نحدد نتيجة نشاط الفرع نمرة واحد نمرة اثنين أرائب على البضاعة المتبقية بالفرع في نهاية الفترة كمان ليها ميزة تانية إن المركز بيحتفظ بسرية سعر التكلفة مش عايز يعرف الفرع سعر التكلفة فبيحدد له البضاعة بسعر البيع ويمكن ده حديد نتيجة نشاط الفرع في حالة تسعير البضاعة بسعر البيع بطريقتين الطريقة الأولى اسمها تزويد حساب بضاعة الفرع بعمود إحصائي لسعر البيع الطريقة الثانية اسمها إدخال سعر البيع ضمن القيد المزدوك إحنا هنركز مع بعض على الطريقة الأولى هنركز مع بعض الصحو معاية على الطريقة الأولى هي تزويد حساب بضاعة الفرع بعمود إحصائي لسعر البيع هنشوفها مع بعض الطريقة دي الأولى اللي هي تحديد نتيجة نشاط الفرع غير المستقل باستخدام خانة إحصائية لسعر البيع في الحالة دي المركز بيمسك حساب للفرع أنا قبل ما أره أشحح لكم كده المركز بيمسك حساب للفرع اسمه حساب بضاعة الفرع حساب بالفرع ده بيقسمه إلى جانبين جانب مدين وجانب دائن الجانب المدين خانة المبلغ بيقسمها قسمين بيحط فيها كل البنود المدينة في خانة المبلغ بسعر التكلفة مرة وبسعر البيع مرة وفي خانة الداين بيقسم برضو بيحط عمودين العمود بيحط فيه البيانات بسعر التكلفة مرة ومرة بسعر البيع هنشوف كده تستخدم في هذه الطريقة فقرة فكرة تحديد نتيجة نشاط الفرع عن طريق المقارنة بين الإرادات والمشروفات الخاصة بالفرع مع إضافة عمود إحصائي في حساب بضاعة الفرع تسجل تحت حركة البضاعة في دخولها واخروجها من وإلى الفرع بسعر موحد وها وسعر البيع ويكون التسجيل تحت هذه الخانة خارج القد المزدوج ويعني ذلك أن حساب بضاعة الفرع يشمل على عمودين زي ما قلت لكم في الجانب المدينة عمودين وفي الجانب الداين عمودين العمود الأول وهو العمود الأساسي في حساب بضاعة الفرع ويدخل ضمن القد المزدوج ملناش جعب الكلمة يدخل ضمن القد المزدوج دي دي كبير ملناش لازمة في الكلام بس هنتغضع عنه المهم العمود الأول يعتبر عمود يتحدد منه ده العمود الأساسي يتحدد منه نتيجة نشاط الفرع يتسبد فيه جميع البنوت بسعر التكلفة العمود الثاني وهو العمود الإحصائي في حساب بضاعة الفرع وهو خارج القيد المزدوج برضو ملناش جعب كلمة خارج وداخل قيد المزدوج ده ويثبت تحته حركة البضاعة من وإلى الفرع بسعر البيع وهيحدد رسيد البضاعة على هذا الفرع مقومة بسعر البيع وفيما يالي ما تضمنه بقى الحساب دي اللي احنا تكلمين اللي قلنا ده هنشوف الجانب المدينة هنحط فيه ايه وبعدين الجانب الداينة هنحط فيه ايه ادي الجانب المدينة لحساب بضاعة الفرع اللي هيفتحه المركز للفرع قلنا الجانب المدين ده هيتفتح فيه عمودين عمود هتحط فيه البيانات بسعر التكلفة وعمود هتحط فيه البيانات بسعر البيع هيتضمن الجانب المدين بقى البضاعة لده الفرع أول المدة بسعر التكلفة والبضاعة المرسلة من المركز الرئيسي للفرع أثناء السنة برضو بالتكلفة والبضاعة ده العمود الأول اللي هو بسعر التكلفة البضاعة المرتدة من المركز للفرع بسعر التكلفة والبضاعة المرتدة من عملاء الفرع إلى الفرع أثناء السنة بسعر البيع نخبالنا بقى كل البلود في عمود التكلفة بالتكلفة ما عدا البضاعة المرتدة من العملاء بسعر البيع هتتحط في خانة التكلفة بسعر البيع وأقول لكم بعد كده ليه؟ طيب الجانب الداين الجانب الداين بقى تحط فيه المبيعات نأداً وبالأجن أسناء السنة بسعر البيع الجانب الداين ده احنا بنتكلم في خانة التكلفة هنحطها برضو بسعر البيع وهقول لكم ليه؟ إذا ما حطينا مرضوطات العملاء في خانة التكلفة بسعر البيع هحط المبيعات في خانة التكلفة بسعر البيع البضاعة اللي بيردها الفرق للمركز أثناء السنة بسعر التكلفة معنا في خانة التكلفة البضاعة لدى الفرع في آخر المدة بسعر التكلفة الفرق من الجنبين هو نتيجة نشاط الفرع من ربح وخسار أما العمود الثاني سواء في جانب المدين أو الداين ده عمود إحصائي ده في الآخرة طلع منه البضاعة الباقية للفرع في آخر المدة هنشوف الجانب المدين في العمود الإحصائي بنحط فيه البضاعة لدى الفرع في أول المدة بسعر البيع والبضاعة المرسلة من المركز إلى الفرع بسعر البيع والبضاعة اللي بيردها عملاء الفرع إلى الفرع بسعر البيع يعني كل البنوت هحطها في خانة البيع بسعر البيع الجانب الدين هنحط فيه البضاعة المرتدة من الفرع إلى المركز أثناء السنة بسعر البيع سواء نقدر أو بالآجل يمثل الفرع بين الجنبين بتاعة العمود الإحصائي البضاعة الباقية المفروض البضاعة الباقية اللي هيكون موجودة في المخازن مقومة بسعر البيع الهدف بقى من العمود الإحصائي ايه الهدف ان انا عامل سعر البيع ده عمود إحصائي ما بطلعش منه النتيجة الهدف منه انا ارائب حركة البضاعة لدى الفرع اللي موجودة في نهاية السنة واعرف البضاعة الباقية في اخر السنة المبلغ اللي هيطلع لي في حساب بضاعة الفرع ده فعلا هو اللي هيجيني من جرد المخازن هو نفس المبلغ واتساوى المبلغ اللي جاني عن طريق حساب بضعة الفرع مع الرقم اللي جاني من المخازن ولا لا هنشوف بمقارنة رصيد العمود الإحصائي حيث لابد أن يتساوى الرقم بتاع العمود الإحصائي مع الرقم اللي هيجيني من المخازن إذا كان العمل صح ومن ثم يتم تحويل الرقم إلى سعر التكلفة ويدرك في سعر التكلفة في الجانب الداين وبعد كده ممكن الفرق من سعر التكلفة العمود بتاع التكلفة المدين والداين نشوف نتيجة نشاط الفرع حالة عملية بقى ناخد بلنا من حالة العملية والحالة العملية دي التوضيح بتاعها أو الشرح بتاعها هيبين لي إزاي بيستخدم حساب بضاعة الفرع ترسل إحدى المنشآت البضاعة إلى فروحها مسعارة بسعر البيع ننتبه كويس قوي البضاعة مسعارة بسعر البيع سعر البيع يزيد عن التكلفة بما يعادل 50% منه وفيما يلي بعض البيانات الخاصة بنشاط أحد الفروح بضاعة بالفرع في واحد واحد بسعر البيع بضاعة مرسلة للفرع أثناء السنة بسعر البيع بضاعة مرتدة من الفرع للمركز بسعر البيع مرضودات عملاء الفرع أثناء السنة وقادي المبيعات المبيعات طبعاً أكيد بسعر البيع المطلوب إعداد الحسابات اللازمة لاستنتاج إجمالي ربح الفرع في دفاتل المركز الرئيسي مع عدم إدخال سعر البيع ده من القد المزدوج عارفين يعني إيه ما دخلوش ده من القد المزدوج يعني أعمل حساب أعمل خانس سعر البيع ده كخانة إحصائية زي اللي أنا شرحته ده وزي اللي هنحله ما بدخلوش ده من القد المزدوج حاجة زي كده لما جيلت ممكن يقولك مع إدخال سعر البيع كخانة إحصائية أو يقولك مع عدم إدخاله ده من القد المزدوج لتنين بمعنى واحد نشوف الحل وقبل ما نحل هنعمل إرشادات الحل إرشادات الحل دي هتخص إيه بقى؟ أنا عايزة أفهم السطرين الأولينين لأن دول اللي هيفكولي مشكلة التمرين بيقولي ترسل إحدى المشيئة البضائق على فروحها مسعارة بسعر البيع وهو يزيد عن سعر التكلفة بما يعادل 50% منه أنا عايزة أعرف النسبة بين سعر التكلفة وبين سعر البيع هنشوفها في إرشادات الحل دلوقتي بما إن سعر البيع بيزيد عن التكلفة 50% منه إذن بنفرض إن سعر التكلفة 100 يبقى سعر البيع كام؟ بيزيد عنه 50 قلنا بيزيد عنه سعر التكلفة 50% منه يبقى سعر البيع كام؟ 150 إذن النسبة من سعر التكلفة وسعر البيع 100 إلى 150 تمام؟ وعا هذه النسبة يمكن استخدامها في تحويل السعر من سعر البيع إلى تكلفة أو العكس فمثلا هو في التمرين بيقول لي بيضاعة بالفرع في واحد واحد في التمرين في الصفحة اللي فاتت في الشريحة اللي فاتت بيقول لي بيضاعة بالفرع في واحد واحد بسعر البيع 2400 طب أنا هحطها دي في خانة البيع بـ 2400 طب هحطها في سعر التكلفة جيب سعر التكلفة إزاي؟ إذن سعر التكلفة بيساوي 2400 في 100 على 150 في الجزء اللي هو التكلفة على 150 مجموعة الأجزاء هي ايه مجموعة الأجزاء دي؟ هو سعر البيع لما بيزيد عن التكلفة 50 مش الزيادة دي بتعتبر هي الربح فلما نقول التكلفة 100 والربحة 50 يبقى سعر البيع 150 يبقى إذا نبقول بضعب الفرع في 1-1-2400 في 100 اللي هي الجزء على مجموعة جزئين اللي هو التكلفة زائد الربحة 50 مجموعة جزئين هو 150 يبقى إذا سعر التكلفة بيساوي 2400 في 100 على 150 هيديني بضعب الفرع في 1-1-1600 وهكذا بقى يعني مثلا إذا حبينا نشوف البند اللي بعدها برضو هنضربه في 100 على 150 وخمسين على سبيل المثال مثلا بيقول بضاعة مرسلة للفرع في الصفحة اللي فاتت في الشريحة اللي فاتت بضاعة مرسلة للفرع أثناء السنة بسعر البيع 27150 طب عايزين نطلع سعر التكلفة هنقول 27150 في 100 على 150 وعن طريق الاختصار والكالكوليتر وبتطلع أنت سعر التكلفة 18100 نيجي للبند اللي بعدها بيقول لي بضاعة مرتدة من الفرع إلى المركز أثناء السنة بسعر البيع البضاعة المرتدة بنحطها لحة التانية بسعر البيع 900 عايزة طلعها بسعر التكلفة هنقول 900 في 100 على 150 هيديني 600 أحطها في خانة التكلفة يبقى إذا الخانة الأولى دي بقى سعر التكلفة الخانة التانية دي بتبقى سعر البيع وهكذا بإيد البنود أنا عايزة أقول لكم حاجة مهمة قوي تسهل لكم برضو الحال إن أنا بحط في الجانب المدين كل ما يدخل في الفرع رصيد أول المدة دي موجودة عنده بضاعة مرسلة للفرع دي موجودة برضو بتخش الفرع إيه لحساب مدينة الفرع ده إيه ده دي عبارة عن مردودات العملة للفرع مردودات العملة للفرع دي دخلت الفرع فإذا بتتحط في الجانب المدين مردودات العملة للفرع بـ 1500 مردودات العملة للفرع دي بـ 1500 إيه الـ 1500 دي سعر تكلفة ولا بيع ما قال ليش طبعا العملة ده ما هيردولي بضاعة هم هاشتاروا بسعر البيع هيردوا هاي بسعر البيع هنحطها في الخنتين بسعر البيع طيب الجانب الدايم بقى قال لي المبيعات نقدن بـ 12150 وبالأجل بـ 15000 المبيعات في الخنتين هتتحط بسعر البيع اختصار الحساب ده إيه إن جميع البنوت هتتحط في خنت التكلفة بالتكلفة وفي خنت البيع بسعر البيع فيما عدا المبيعات ومرضضاتها هيتحط في الخنتين بسعر البيع تاني جميع البنوت هتتحط في خنت التكلفة بسعر التكلفة وفي خانة البيع بسعر البيع فيما عدى المبيعات ومرضداتها هيتحطوا في الخانتين سواء تكلفة أو بيع بسعر البيع كده خلصنا لدي التمرين هنرصب بقى التمرين في قواعد بقى للترصيد بقى لازم قاعدة تحطها في دماغك ويارك تبكت بالكلام ده وانا بقوله كده هو عشان ترجع ليه لازم وانت بترصد ترصد خانة سعر البيع الاول المدين والداية خانة سعر البيع انا هنا بيبقى البند التلات تلاف ده بيبقى بند ناقص البند التلات تلاف المربع ده اللي في الجانب الداين ناقص البند التلاف تلاف ده عبارة عن بضاعة اخر المدة اللي موجودة بسعر البيع طب البند هنا ده موجود ناقص في الجانب الداين يبقى ايزا الجانب الداين المدين هنا اللي هو 2400 2750 1500 لو جمعته هيتطلع مجموعة واحد وثلاثين وخمسين أكبر من الجانب الداين هيبقى ينزل المجموعة الجانب المدينة في الناحيتين الفرق بينهم 3000 دي بضاعة أخر المدة بسعر البيع كده أنا رئبت بضاعة أخر المدة وطلعتها في الحسابات مفروض بقى الجرد الفعلي في المغزن يديني بضاعة أخر المدة فعلا ب3000 جنيه كده يبقى رئبت بضاعة أخر المدة وده أول هدف الطريقة دي طيب أنا طلعت بضاعة أخر المدة في 3000 جنيه هحول بضاعة أخر المدة ومفروض 3000 جنيه بسعر البيع إلى سعر تكلفة هعمل إيه بقى لما حولها لسعر تكلفة هضرابها هه ده سعر البيع هعمل بالعكس 3000 هه العكس بقى هعمل 3000 هضرابها في 150 على 100 هطلع لي سعر بضاعة أخر المدة بالتكلفة 2000 كملة كده خانة التكلفة كملة كده خانة التكلفة الجانب المدين والداين هجمحهم بقى الجنبين هشوف أنهي الأكبر عشان إذا كان الداين أكبر هيطلع ربح المدين أكبر هيطلع خسارة الجانب الداين طلع مجموعه كام 29750 ده كبير هيتحط في الناحيتين الفرق طلع عندي 8550 ده ربح ده مجمل ربح الفرق أتمنى أن الطريقة دي تكونوا فهمتوها ده بقى بصوا معايا ده لما يكون التمرين أصلاً مدهوني زي لو رجعتونه في الصفحة اللي فاتت التمرين أصلاً مدهوني مش مديني فيه بضاعة أخر المدة فهنا أنا الهدف بقى يبقى من حساب بضاعة الفرق أن أطلع بضاعة أخر المدة طب نفرض أن التمرين بالديني بضاعة أخر المدة ضمن البنود يبقى إذن برضو في الجانب الداين في الجانب الداين في الخانة بتاعة البيع هيبقى برضو في حاجة نقصة إيه الحاجة اللي نقصة دي؟ هتبقى عجز زي ما هشوف بعد كده الحالة العملية التانية دي برضو عايز حساب بضاعة الفرق برضو خارج نطاق القدر مزدوج هنعمله بنفس الطريقة وبرضو هنا سعر البيع بيزيد عن التكلفة بيقع عادل 50% منه يعني إذا افترضنا أن التكلفة 100 يبقى البيع 150 يبقى النسبة بين الـ 200 إلى 150 هنا البنود بحولها من سعر بيع لسعر التكلفة أضرب في يعني دي 9000 هضربها في 100 إلى 150 وهكذا أما بالنسبة للمبيعات بتبقى أصلا ما تتحط في سعر البيع في الخانتين يبقى برضو طلعنا ملحوظة مهمة نكتبها لو أنت بتكتب معاي الملحوظات إن في بنود جميع البنود بتحط في خانة التكلفة بسعر التكلفة وفي خانة البيع بسعر البيع فيما عدا المبيعات ومرضوداتها بتحط في الخانتين خانة سعر التكلفة وخانة سعر البيع بسعر البيع بتتحط في الخانتين المبيعات ومرضودات المبيعات اللي ناحية التانية بتتحط في الخانتين بسعر البيع طبعا التمرين ده لما تلاقوا الحل بتاعه وقادي ارشادات الحل زي النظام اللي فات وقادي الحل بتاعه هتلاقوا بنفس النظام وانا برضو طلعنا بضاعة اخر المدة 15 الف بسعر البيع حولناها لتكلفة وبعدها خانة التكلفة بنطلع الربح او الخسارة لشو بقى انا قلتلكم ان لو بضاعة اخر المدة جاياني في التمرين يبقى اذا هستنتج من خانة سعر البيع بضاعة اخر المدة طب نفترض التمرين مش بديني بضاعة اخر المدة لو التمرين سوري مش بديني بضاعة اخر المدة يبقى مفروض هحل بالطريقة اللي فاتت وطلع بضاعة اخر المدة طب لو مديني تمريني بضاعة اخر المدة موجودة ضمن البيانات يبقى حطها عادي بحطها في خانة التكلفة بالتكلفة وخانة البيع بالبيع عن طريق النسب اللي موجودة لك اي بندة عادي وبحطها في الجانب الداين من حساب بضاعة الفر طب امال انا هرصت خاني السعر البيع اطلع ايه هلاقي في الجانب الداين فيه حاجة نقصة الحاجة النقصة دي هتبقى عجز هنشوف بقى يحصل ازاي بصوا بقى حالة وجود عدم عجز لو ما فيش عجز في البضاعة اللي هي الحاجة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت بيكررها لي تاني بقى يحقق لنا هذا الحساب الرقابة على البضاعة لدى الفرع وتتضح من الاتي ادي الحساب معمولة هو بسعر البيع ادي حساب بضاعة الفرع ادي الجانب المدين والداين حطينا في الجانب المدين كل ما هو موجود في الفرع او كل حاجة بتدخل للفرع ادي البضاعة لدى الفرع في اول مدة البضاعة المرسلة من المركز للفرع البضاعة المرتدة من عملاء الفرع للفرع والبضاعة المحاولة للفرع من فرع اخر ما هي دخلت الفرع يبقى تحط في الجانب المدين الجانب الداين بقى بيحط البضاعة التي يرضها الفرع للمركز المباعة نقدا وبالآجل اللي بيحولها الفرع الرصيد بيديني ايه تحت بيقول لي يمثل القيمة الدفترية للبضاعة الموجودة لدى الفرع مقومة بسعر البيع هنا ما ننساش ان احنا بنعمل خانتين في الجانب المدين خانة للتكلفة وخانة للبيع وفي الجانب الدايم بنعمل خانتين خانة للتكلفة وخانة للبيع نشوف نكمل كلامنا ده حالة عدم وجود عجز حالة عدم وجود عجز يعني الرصيد هيطلع لي زي التمرنين اللي فاتوا بضاعة اخر المدة وبحولها لتكلفة وخانة التكلفة بتديني نتيجة نشاط الفرع نفرق بقى حالة عجز زي الطريقة اللي اقول هدي طب العجز يا ولاد نوعين يشكل العجز في البضاعة لدى الفرع نوعين فيه عجز طبيعي وعجز غير طبيعي العجز الطبيعي اللي هو بتستلزمه ظروف البضاعة اللي بتتبايع زي مثلا واحد بيبيع امش كل ما يبيع خمس تمتار لحد يقول له زود خمسة سنتي خمسة سنتي يروح مزود في اخر التوب بيطلع عجز مثلا ربع متر زي التجارة بتاعة الفكهة والخضار في اخر الاسبوع بيطلع شوية فكهة والخضار بيزين ده عجز طبيعي زي التجارة في كحليات محل الروايح في اخر الفطلة بيطلع نسبة تطاير ده عجز طبيعي ده العجز الطبيعي العجز غير الطبيعي اللي بترجع ظروفه لأسباب غير طبيعية زي ايه مثلا حريق سرقة اهمال اختلاص يبقى عجز الطبيعي ده بتستلزمه ظروف البضاع اما العجز غير الطبيعي ده حاجة غير طبيعية فلازم نحدد المسؤول طب نعليكم محاسبيا ازاي بقى بيقولني العجز الطبيعي بيؤثر على اجمال الربح بما ان العجز الطبيعي ده بيؤثر على اجمال الربح خدوا بالكو انا الربح بطلعه من انا خانة من خانة سعر التكلفة مش كده لما بحول بضعة اخر المدة من سعر بيع لسعر تكلفة بحطها في خانة سعر التكلفة طيب فهنا انا زودت الجانب الداين بتاع التكلفة برقم انا لو حطيت التكلفة بتاعة العجز الطبيعي في الجانب الداين يبقى كده انا زودت الربح لان الجانب الداين زاد لا ده انا عايزة الربح الطبيعي ده يقصر لي على الربح عايزة يقلل للربح بقيمة التكلفة دي فاذا المبلغ بتاع بضعة اخر المدة لما يطلع لي بسعر البيع والعجز العجز لو طلع عندي طبيعي وقال لي في التمرين أنه عجز طبيعي هحطه في خانة البيع بسعر البيع ومش هصيره في خانة التكلفة عشان يأثر لي على خانة التكلفة العكس بقى بالنسبة للعجز غير الطبيعي لو قال لي في التمرين أن العجز ده غير طبيعي هيتحط في خانة البيع يطلع بسعر البيع وحوله في خانة التكلفة لسعر تكلفة لأن ده مفروض ما يأثر ليش على الربح لأن ده غير طبيعي أمان هعمل فيه إيه العجز غير طبيعي ده عن هذا العجز هنشوف ازاي مثال ترشل احدى المنشئات البضاعة الى فروحها مقومة بسعر البيع بما يعادل 100% من سعر التكلفة دي نسبة تانية هاي هنقولكم بتتعمل ازاي ادي بضاعة بالفرع في التكلفة بضاعة مشسلة للفرع بالتكلفة بيقول لي بسعر التكلفة اذا بحطها في خانة التكلفة بالتكلفة وهحول السعر ده الى بيع عن طريق النسبة زي ما هنشوف مبيعات الفرع النقدية بسعر البيع ومبيعات الفرع الاجلة دي بتتحطي المبيعات قنة ومرضوطات المبيعات في الخنتين بسعر البيع البضاعة الباقية في اخر المدة بسعر التكلفة هحطها في خانة التكلفة وعن طريق النسبة هحولها لسعر البيع وحطها في خانة البيع المطلوب إعداد الحسابات الخاصة بالفرع في دفاتر المركز الرئيسي في حالة اعتبار سعر البيع سعر إحصائي مع افتراض أن العجز اللي بيوضحه الحساب مر عجز طبيعي ومر عجز غير طبيعي طيب أنا بقول لكم بالمناسبة أما يجي لكم حاجة زي كده في الامتحان هيجي لك يا إما عجز طبيعي يا غير طبيعي حاجة واحدة بس بس هنا بدي لك التمرين على أساس إيه بتتدرب مرة تعمله عجز طبيعي ومرة تعمله عجز غير طبيعي هنفتح الحساب ونشوف هنعمل إيه ونشوف الأول النسبة اللي فوق دي هنجيبها إزاي إن سعر البيع بيعادل 100% من سعر التكلفة بما إن سعر البيع بيعادل 100% من سعر التكلفة فإذا فرضنا إن سعر التكلفة واحد يبقى البيع اثنين بعدما من البيع 100% قده يبقى إذا افترضنا إن التكلفة واحد يبقى البيع 2 يبقى النسبة بين التكلفة والبيع 1 إلى 2 ويمكن تحول الأرقام من سعر البيع إلى التكلفة والعكس عن طريق هذه النسبة مثلا هو بيقول لي في أول التمرين إذا كان بضعب الفرع في أول مدة بالتكلفة 15 ألف يبقى البيع ضعفها على طول 30 ألف وهكذا بقية الأرقام تمام؟ البيع ضعف التكلفة على طول ونحل التمرين بقى هنحل التمرين هو قال لي حلو مرة عجز طبيعي ومر عجز غير طبيعي هنكتب هنا بفرض أن العجز طبيعي وانحن هنشوف أول بند عند في التمرين بضاعة بالفرع بالتكلفة في أول المدة 15 ألف حطها في خانة التكلفة بـ 15 ألف يبقى البيع 30 ألف البند الثاني في التمرين بيقوللي بضاعة مرسلة من المركز للفرع بالتكلفة مرسلة يعني دخلت كل اللي بيخش بنحط في الجانب المدين ولي بيطلع بنحط في الجانب الدي طيب هنا بضاعة مرسلة من الفرع للمركز 113 اهي بسعر التكلفة يبقى ضعفاء على طول سعر البيع 266 26000 تحط في خيانة البيع بعد كده بضعة مرتدة من الفرع للمركز بضعة مرتدة من الفرع تتحط اللاحة التانية خرجت فوق اهي بكام ب13000 تكلفة تبقى ضعفاء على طول سعر البيع 26000 نيجي بقى للمبيعات النقدية والاجلة اتفقنا مع بعض المبيعات النقدية والاجلة بتتحط في الخنتين بسعر البيع ادي المبيعات الاجلة 118000 بتتحط في الخنتين بسعر البيع وادي النقدية 101000 بتتحط في الخنتين بسعر البيع طيب مرضودات عملاء الفرع للفرع بسعر البيع 28000 قلنا مرضودات عملاء الفرع اللي هي دي الى مدينة الفرع هتتحط المبيعات قلنا ومردوداتها في الخنتين تكلفة وبيع بسعر البيع حطناها في الخنتين بسعر البيع نيجي بقى بضعة البقية في اخر المدة بالتكلفة 18 الف كويس هنا مديني بقى بضعة اخر المدة هي 18 الف بالتكلفة حطها في سعر البيع بضعفها 36 الف واضح يا شباب كده خلصنا التمرين بيقولي بافتراض ان العجز بقى يطلع طبيعي العجز ده يطلع في خانة البيع معناها انه لازم قلنا قاعدة من ضمن القواعد اللي تكتبوها لازم ارصد خانة البيع الاول ودايما اللي ناقص هيبقى في الجانب الداين معنا كده ان الجانب المدينة هو الكامل هجمعه الاول مجموعة الجانب المدينة هيطلع 248 الف هحطه في النحاة التانية واطرح منه الجانب الداين طلع العجز الطبيعي 3000 العجز الطبيعي ده مش هحوله تكلفة لان قلت العجز الطبيعي ده حاجة بتستلزمها ظروف البضاعة فلازم تتأثر البضاعة حتى على اقل بسعر تكلفة البضاعة اللي حصل فيه عجز دي لازم العجز دي يقصرلي على الربح بعدما يقصرلي على الربح فمش هيظهر في خانة التكلفة وبعد كده برصت خانة التكلفة تلعي هنا الجانب الداين اكبر تلعي مجموعة 250 الف تحط في النحاة اطرح الجانب المدين منه هيطلع الربح عندي 94 الف نقرأ الكلام اللي تحت في هذه الحالة يؤثر العجز الطبيعي على اجمال الربح حيث لما يثبت في خانة التكلفة بسعر التكلفة مما يعني ان الربح الإجمالي اللي ظهر في خانة بضاعة الفرع يعتبر ربح البضاعة المباعة مخصوم منها تكلفة العجز الطبيعي هنشوف الحالة التالية بقى بفرد لو العجز غير طبيعي نفس التمرين هيتحل بنفس النظام معادة لما نيجي نحله نرصت خانة سعر البيع هنحل بقى ونحط العجز غير طبيعي نفس النظام حطينا البيانات في التكلفة وحولناها البيع بنفس الطريقة حطيناها في التكلفة في التكلفة وحولناها للبيع عن طريق انها داعف التكلفة قلنا فيما عادة المبيعات ومرضوداتها بتحط في الخانتين بسعر البيع نرصت بقى خانة سعر البيع اتفقنا الجانب المدين في خانة سعر البيع أكتر متين أربعة وتمانين ألف هنحط في النحاة التانية وطلع العجز غير الطبيعي تلت تلاف زي ما طلعه هناك هنا بقى العجز ده هيؤثرلي عالربح هنا بقى سوري مش هيؤثر مش هيؤثر عالربح هو اللي بيؤثر عالربح العجز الطبيعي عشان كده محطتهش هناك في سعر التكلفة لكن هنا دوى العجز غير الطبيعي ده مش هيأثر لي على الربح لأنه فيه مسؤولة حدد المسؤولية عنها هنا العجز غير الطبيعي هيحوله السعر التكلفة احنا قلنا البيع ضعف التكلفة يبقى ايزاً العجز الغير الطبيعي هنا في خانة التكلفة بـ 1500 وبرصة خانة التكلفة هيطلع لي الربح هنا 95500 في هذه الطريقة حالة العجز غير الطبيعي لا يتأثر ربح البضاعة المباعة بخامة العجز غير الطبيعي ولكن يفصل في حساب خاص زي ما فصلناه تحت كده زي فينه في الشريحة دي ويجبع للحساب مدين بقيمة العجزة هو زي ما انتوا شايفين مدين بالـ 1500 فتحنا حساب للعجز غير الطبيعي مدين بـ 1500 وإما يتحمله بقى شركة التأمين أو من المسؤول أو حساب الأرباح والخسائر تمام؟ يبقى كده العجز غير الطبيعي هنا ما أثر ليش على الربح كده خلصنا وكتفينا بالجزء ده في القسم الخاص بالمحاسبة في المنشآت ذات الفروع ومخالص تمنياتي لكم يا أبناء الطلاب بالصحة والنجاح شكرا